برعاية سعارة السيد زايد براشد زياني وزير الصناعة وتجارة والسياحة دشنت إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبتعاون مع شركة صادرات البحرين برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج هذا البرنامج انطلق بمشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجل نخب مميزة من الشركات اجتمعت لتجشين برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج لمشاركة خبراتها مع أكثر من سبعين شركة ومؤسسة شاركت في البرنامج رغبة منها في البدء بالتصدير للخارج من خلال التجارة الإلكترونية هذه المبادرة هي إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي قامت الوزارة بتنفيذها حيث يحظى هذا القطاع باهتمام الوزارة وأحيز كبير من العمل من خلال التطوير والتخطيط والتدقيق والتطبيق السليم للمبادرات المدرجة في هذه الاستراتيجية والتي من شأنها تعزيز هذا القطاع والمساهمة في الاقتصاد الرقمي سعيدين اليوم بتجشين برنامج التجارة الإلكترونية وهذا البرنامج مخصص لخدمة الشركات البحرينية في الوصول للعالمية بخصوصا الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بتسخير التكنولوجيا المتواجدة اليوم بإمكان هذه الشركات غزو الأسواق العالمية والتوسع في تصدير منتجاتهم بالتعاون مع صادرات البحرين سعيدين جدا بوجود نخبة اليوم معانا من الشركات البحرينية اللي بدت في هذا المجال وتألقت وتتميزت ونأمل إن شاء الله قلنا قصص نجاحهم هذه تتترجم في السوق برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج سيقدم ورشاة عمل وحلقات إرشادية متخصصة في مجال خبرة الشركات والمؤسسات حول التجارة الإلكترونية والتصدير وسيتطرق إلى تجربة الشركات أو المؤسسات في مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية والحلول التي تم توظيفها للارتقاء بمعايير منتجاتها وخدمتها وكذلك التحديات التي تمت مواجهتها وكيفية التغلب عليها برنامج شيق نتوقع أن يكون عند كل من ترتقريبا في حدود العشر شركات هذا يساعدنا ننقل خبراتنا وتجاربنا حق الشركات التي يحبون أن يتوسعون في مجال الصادرات عبر التجارة الإلكترونية للأمانة الوزارة كانت الفكرة سباقة عطونا فكرة وعطونا في نفس الوقت فلكسبيلتي أننا نحدد شنو نبي نسوي في البرنامج هذه خطوة مهمة وأنا أتمنى من كل قلبي أن جميع الجهات الحكومية تدعم هاي السكيلينغ هاي النمو ما أضيق الحياة لو لا فسحة الأمل هذه نوع من فسحة الأمل عساس أننا نسوي أشياء جديدة برامج جديدة تعطي أمل وموتيفيشن حق الشباب أنهم يبتدون مشاريعهم البرنامج يساعدنا في الانتشار أكثر وارتفاع الصيد أكثر وإحنا كشركة يصار لنا أكثر من خمس سنوات متجهين للتجارة الإلكترونية يساعدنا أن ننشر ما تعلمناه والثقافة التي تعلمناها ويساعدنا للشركات المبتدئة هذا البرنامج فرصة مميزة للراغبين في دخول مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية والاستفادة من الخبرات والتجارب ليصلوا إلى التمكين والريادة في هذا المجال دعم للإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية أهلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشركات والمؤسسات التجارية لتعزز من مساهمتها في الصادرات وتشجعها على التحول الرقمي الكامل للوصول إلى العالمية شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين